طبعا البطولة العربية واللي هتبتدي ان شاء الله يوم الخميس القادم يوم عيد ميلادي 27 سبعة ان شاء الله واول مباراة للزمالك هتكون يوم الجمعة ان شاء الله بإذن الله يوم 28 سبعة بعدها ب3 ايام عندنا مباراة ايضا قوية مع الشباب السعودي وبعدها ايضا ب6 ايام من بداية اول مباراة للزمالك هتكون مباراة مرتقبة وهي مباراة النصر السعودي بإذن الله على فكرة احنا هنلعب مطشط كلها في ثلاث مدن منها ابها يعني في النهاية الزمالك يلعب في مدينة الطائف والمطشط هتكون الساعة اربعة بتوقيت القاهرة الساعة ستة بتوقيت القاهرة الساعة تمانية بتوقيت القاهرة والساعة عشرة بتوقيت القاهرة كل يوم هيكون فيه اربع مباريات مباريات الزمالك التلاتة واكدوا لي كلامي يا جماعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة هتكون تاني مباراة في كل الايام اللي عايز اكده كمان ان يوم الجمعة يوم ما الزمالك هيلعب مع فريق اتحاد المنستيري هيكون في نفس اليوم الساعة عشرة بعد مباراة الزمالك هتكون مباراة مرتقبة ايضا وهي مباراة النصر والشباب على ما اتذكر يعني وهي المباراة اللي يعني بتشهد برضو الفرقتين اللي هما في نفس المجموعة بتاعة نادي الزمالك ناس كتير من الزمالكوية متخوفة من اداء يعني فريق الزمالك هذا الموسم وبالتالي هل ده ممكن يكون نفس الاداء اللي يكون موجود في البطولة العربية يعني من خلال خبرتي البسيطة كده في مجال كرة القدم لا الوضع مختلف اعتقد بتخلق دوافع جديدة عند اللعيبة انت ما بتلعب في البطولة فقط الامل في الحصول عليها وانت اساسا البطل لمدة سنتين متتاليتين وبالتالي ده وفعك بتقل بجانب كثرة المشاكل اللي موجودة وكده لكن مستر اوزوريو قولا واحدا اخر 6-7-8 ماتشاط لا عمل نتاك كويسة الا الشوت الاول في مباراة النادي الاهلي ويمكن النهاردة يا جماعة شفنا النادي الاهلي في الاحتفالية بطل الدوري بيلاعب اخر فريق في الدوري النهاردة بطريقة لعب بتأفيل قدر ان هو يعني يطلع بنتيجة وحتى ما تأخر في النتيجة قدر يعود في النتيجة وتنتهي وانتهي اللقاء واحد واحد في نتيجة احتفالية شهدت وجود اللعب الجديد كابتن امام عشور اللي كان متواجد في المدرجات يعني في اول مباراة يحضرها امام في تاريخه للنادي الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله كان وشه حلو جدا النهاردة على فريق النادي الاهلي طيب وبالتالي نادي الزمالك عنده لعيبة كويسة نادي الزمالك عنده لعيبة كويسة عنده لعيبة ممكن تفوق عنده لعيبة ممكن تأدي اداء افضل طيب ايه الفرق بين الدوري والبطولة العربية البطولة العربية الاجواء نسبة المشاهدة في الوطن العربي الاهتمام الاعلامي بالبطولة دي في الوطن العربي انت كل الفرق من كل الدول العربية مشاركة يعني انت اعتقد عندك المباراة الافتتاحية السد القطري في الهلال السعودي في الاتحاد جدى السعودي في الصفاقسي التونسي في الرجاء في الوداد يعني اعتقد المباراة الافتتاحية المباراة الافتتاحية هتكون السد القطري مع الوداد المغربي يعني وبرضه كمان الترجي التونسي هيكون مع اتحاد جده بطل الدوري السعودي وبالتالي فرق كتيرة جدا من كل الوطن العربي متواجدة وبالتالي كل اعلاميين الوطن العربي وكل الاندية الشعبية هتكون كل الاعلام وكل النقل التلفزيوني والتلفزيونات اعتقد فيه اكتر من قناة هتزيع البطولة دي يمكن فيه قناة حصرية كالعادة هتزيع هذه البطولة وفيه قنوات هتاخد المتشاط بدون اعلانات يعني وهتزيع برضو اللقاءات وطيب نمرة واحد نمرة اتنين زمالك بيلعب في مدينة الطقف زمالك عنده جماهرية كبيرة جدا وجالية مصرية كبيرة جدا 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 وبالتالي جمهور الزمالك كمان موجود في كل حتة في الوطن العربي بل كمان فيه الشعب السعودي نفسه كتير منهم بيحبوا الزمالك وبيشجعوا الزمالك وبالتالي الجماهير هتكون مالية لستاد واللزيز في الموضوع دوت انه هتلاقوا نص الاستاد بيشجع النصر نص الاستاد بيشجع الزمالك تلات اربع الاستاد بيشجع الزمالك الربع بيشجع الشباب هتلاقوا تلات اربع الملعب بيشجع الزمالك الربع بيشجع اتحاد المنستيري التنسي طبعا وبالتالي دي برضو أجواء الملاعب بقى الملاعب ملاعب رائعة تفتح النفس التصوير الاهتمام الإعلامي الدوافع انت ما تكون برضو داخل البطولة وانت الزمالك واسم كبير وكل الناس مش بترشحك وكل الناس يعني بتقول انت موسم عامل موسم سيء فاللعيبة بتنتفض واللعيبة بيكون عندها شعور داخلي بتحمل المسئولية وبانهم يظهروا أنفسهم ويوروا الناس مين هو فريق نادي الزمالك نفس القصة بالنسبة من مستر أوزوريو ومعرفش ليه في عامل نفسي كده بيخلي الزمالك في مطش الأهلي بيبتدي دايما وحش عكس مطشات كتيرة الزمالك بيكون متفوق دايما حتى في نسبة الاستحواز حتى في الفرص المتاح يمكن الزمالك لو كان بدأ الشوط التاني بنفس التشكيل بنفس الطريقة بنفس اسلوب اللعب كان الوضع اختلف تماما لكن الزمالك بدأ وده من النادي الاهلي مفتوح تماما بدأ بمساحات شاسعة اللعيبة ما بترجعش الدافع وبالتالي كان فيه توفيق غير عادي للنادي الاهلي في إحراز الأهداف كان فيه حظ سيء بالنسبة لحارسنا محمد صبحي في هذا اللقاء